قال حدثناه شيم عن ابن ابي خالد وزكريا عن الشعبي قال اخبرني عروة ابن مدرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت يا رسول الله جئتك من جبل عيطي ان اتعبت نفسي وانصبت راحلتي والله ما تركت من جبل ان الا وقفت عليه فهلي من حج فقال من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجمع ووقف معنا حتى نفيض منه وقد افاض قبل ذلك من عرفات ليلا او نهارا فقد تم حجه وقد تافذه قال حدثنا ابو نعيمين قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال حدثني عروة ابن مدرس ابن او سي ابن حارثة ابن الامين انه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس الا ليلا وهو بجمع فانطلق الى عرفات فافاض منها ثم رجع فات جمع فقالا يا رسول الله اتعبت نفسي وانصبت راحلتي فهلي من حج فقال من صلى معنا صلاة الغدات بجمع ووقف معنا حتى نفيض وقد افاض قبل ذلك من عرفات ليلا او نهارا فقد تم حجه وقد تافذه محقق محقق